موسيقى انا عرفوا لي وصلت قرابة 18 مليون دينار بش يخلي برشا ناس ترجع لموضوع الاملاك المصادرة الاملاك المصادرة اللي تنجم تشبهها بحاجة نحبها ياسرنا رومبوان بندحق حاجة بديت في السنوات الأولى متاع بداية الثورة وكي نرجع لأصول الأمور انت عليش تصادر في حاجة لأنها حاجة غير قانوني ايه تعين عليها مؤتمن عدلي بش نبعد تفرط فيها وتبيح اليوم بعد أكثر من عشرة سنوات لليوم عنا شركة متاع مصادرة ولليوم عنا أملاك مصادرة كيفاش الله أعلم بعد شهرين من هروب بن علي الحكومة التونسية أصدرت مرسوم مصادرة يشمل أملاك 114 شخص مقربين من الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثانية في المهم مقربين بن علي عدد قرارات المصادرة اللي اصدر وقتها كان يجاوز الألف قرار بما فيها منقول وغير منقول وعقارات عدد الشركات المصادرة قرابة 486 شركة مصادرة بما فيها شركات بايع السيارات شركات اللي تم تفويتها للجميع وبما فيها زادة نسبة من موزاييكو كاكتيو سبرود وشركات أخرى وأيضا قصور كما قصر الحمامات الذي أصبح قبلة للمتشردين والمخمورين شركات هذه من وقت اللي تم قرار المصادرة اليوم لم يتم التفويت فيها عدد من الشركات هذه تعين عليها مؤتمن عدلي وبقتها كيكابو وعملنا معرض قبل باش نبيعوا الأغراض الخاصة لزوجة الرئيس كيما كرهبا كيما صبات أما الشركات لا المشكل وين انه الشركات هذه في 2010 كانت شركات تحقق أرباح محترمة جدا شركات بصحة مالية جيدة اليوم الشركات هذه تعيش أزمات كبيرة على فكرة لليوم لليوم حاجة غريبة برشا ما عناش حصر دقيق للأملاك المصادرة قديش بالضبط صادرنا شنوى قيمة اللي صادرنا تصدق بمين؟ قالت إليسا دائرة المحاسبات في التقرير عدد 30 قاتلك خوية ثم إخلال يرتقي إلى مرتبة الفساد في التصرف في الأملاك المصادرة دائرة المحاسبات قاتلك اللجنة حتى لـ 2016 لم تتمكن من مصادرة جميع الأملاك التي يلزم تصادرها بعد خمس سنين ما ناجم نيش نصادر الأملاك لكل تصور بتقول لي نصادر في ممتلكات فلاديمير بوتين ويقولوا التقرير في مقدمته لم تتوصل لجنة المصادرة إلى موفى شهر فيفري 2016 إلى مصادرة كل الأملاك المعنية بالمصادرة حيث لم تتم مصادرة 27 عقارا وأربع سيارات ومساهمات في رأس مال حدشن شركة وأرسد بنكية بما قيمته 900 ألف دولار وأدت تأخير في إصدار بعض قرارات المصادرة إلى تفويت أشخاص معنيين بالمصادرة في ممتلكات من دون وجه حق شملت خمس عقارات بقيمة 130 ألف دولار وحيث الصنفي ثلاثة شركات بلغت أحدها 79 ألف دولار و13 سيارة فضلا عن سحب مبالغ مالية من الحسابات البنكية بما قيمته 18 ألف دولار لهنا يظهر لي أعطيتك سبب آخر علش أحنا ما عملنا شيء في العشر سنين اللي فاتوا شنا حوال الاقتصاد؟ هو شركات المصادرة عب السلام أغلبها كان مش تقريبا كلها لمازال لم يتم التفويت فيها تضرت برشا فما اللي تضرت من جراء الحاكمة وسوء التصرف لكن فما اللي شركات كانت تحقق فيها ربيح كبيرة تحقق فيها ربيح كبيرة نتيجة لولوجها إلى صفقات عمومية بصيغة غير قانونية نتيجة لبحكم قرب مالكي هؤلاء الشركات هذه قربهم من النظام كان مكنهم من ديزافونتاج كبار وبالتالي وقت اللي يتحطوا في مجال متاع منافسة عادلة ما عادش يولي عندهم نفس المردودية لك ما فهماش كان الجانب متاع سوء الحاكمة والتصرف انتي ده وقت تجربها وقت ما تفرد فيها وتعطيها للخواص تبيحها في إطار معناها صفقة وتبيحها وتخرجها من ملكية الدولة ويشدها واحد من الخواص مختص مدير ولكن الشركات ما تتسيرش بمؤتمن عادل تنجمش تسير شركة بمؤتمن عادل مؤتمن عادل مهما كانت كفاءته عنده حدود معينة ينجم يلعب فيها معناها ما ينجمش تجاوز الكفاءة متاعه انتي شركات عندها مؤتمن عادل عندها عشر سنين معناها ما تنجمش تكون شركات معناها ذات فعالية وذات كفاءة وذات يعني في الأخر في الأخر قداش منه المؤتمن العادل بيش سير لك شركة معناها دونك اينا في اعتقادي انه اليوم كان من الأجدر على الأقل ملف متاع الأملاك المصادرة وتسكر في 2016 مش هو حتى إلى 2016 بقينا مزلنا مصادر نيش الأملاك وديجا دائرة المحاسبات مشكورة وديما نجبدنا على دائرة المحاسبات لأنه من أحسن المؤسسات اللي عنا في الرقابة المالية خرجت تقرير متاحها وعطات بالأدلة وبالإثباتات انه صار برشة إخلالات في عملية المصادرة وانه ثم برشة أشخاص بل ما يتم المصادرة دونك لليوم مزلنا دوسي هذا يعني قلت لك هنا في آخر الكرونيك قلت لك هذا سبب آخر من الأسباب اللي خلتنا مع مالي حتى تشايف العشرة سنين اللي فاتوا شكرا لك عب سلام الهرش